أيها الأم يؤقر باسم رب العالمين واجعل العالم يرقى بالكتاب المستمين أيها الأم يؤقر باسم رب العالمين واجعل العالم يرقى بالكتاب المستمين مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب في نسخته الرابعة والذي يتيكم طيلة أيام الشهر المبارك على قناة حضر موت الفضائية أهلا وسهلا ومرحبا بكم رمضان يا شهر الطاعة لقد أدركنا من أول ساعة أن الهروب إلى المصحف هو قمة الشجاعة رمضان أرجوك هو أرجوك تدلى فقد أدركنا أن الشكوى إلى المصلى ليست هوانا أو ضعفا أو مدلة إن هي إلا شجاعة ليس إلا نجدد الترحب بكم مشاهدين الكرام واسمحوا لنا باسمكم جميعا أن نرحب بأعضاء لجنة التحكيم لدينا في هذا البرنامج المسابقاتي القرآني رئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم بخميس أهلا وسهلا بك حياك الله فضيلة الشيخ كذلك أيضا نرحب بفضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك مرحبا بك فضيلة الشيخ عبد الله بن رجب باصديك أهلا ومرحبا تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال مشاهدين الكرام الآن سنرحب باسمكم بالمتسابقين معنا في هذه الليلة سيكون معنا المتسابق أحمد محمد قطن والمتسابق ناصر خالد الأخضر والمتسابق علي محمد باحويج الآن نبقى مع المتسابقين وفقرة الأسئلة مرحب بالمتسابق أحمد محمد قطن أهلا بك في هذه المسابقة المباركة اختر لنا سؤالا مربعة السؤال الرابع اقرأ من قول الله تبارك وتعالى من سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أحسنت وبرك الله فيك السؤال الثاني من قول الله تبارك وتعالى قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين حسبوك وبارك الله إزاك الله خير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابق أحمد محمد قطن الآن سنستقبل وإياكم ثاني المشاركين معنا في هذه الليلة المتسابق ناصر خالد الأخضر ترجمة نانسي قنقر نرحب بالمتسابق ناصر خالد الأخضر وأرجو أن تختار السؤال السؤال رقم عشر السؤال رقم عشر إقرأ من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين بارك الله السؤال الثاني اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من قبلك من نبي في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبولا لعلكم الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيه وجعل لكم وجعل لكم فيها سبولا على مهلك يا ابن الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبولا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأسكن فأنشرنا به بلدة طيبة وكذلك والذي نزل من السماء مهدا فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجوا أعد والذي نزل والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به على مهلك فأحيي نعم تمهل تمهل والذي نزل وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِيْتَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فأنشرنا به والذي نزل من السماء ماء وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ عَسْلًا فتح الله بارك الله صدق الله العظيم استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابق ناصر خالد الأخضر نشكره على هذا الأداء المتقن ونتمنى له التوفيق وكذلك لبقية زملائه المشاركين معنا في هذه الليلة الآن سنستقبل وإياكم ثالث وآخر المشاركين معنا في هذه الحلقة المتسابق علي محمد باحويج نرحب المتسابق علي باحويج ونريد منه نختار سؤالا عشرين السؤال العشرين اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بخمسة من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ليطهركم به وليذهب عنكم رجسا وليطهركم به وليطهركم به ويذهب أعد من أول آية وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وليطهركم به ويذهب عنكم رجسا الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا يا أيها الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أحسن تبار الله فيك السؤال الثاني اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة فاطر وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضلكم ولعلكم تشكرون لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فع ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله عزيز حكيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أحسنت وبارك الله فيك ونفع الله بك صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين استمعنا وياكم إلى تلاوة المتسابق علي محمد باحويج وبهذا نكون قد استكملنا عرض النماذج في هذه الحلقة الآن اسمحوا لنا مشاهدين الكرام أن نتوقف لحظات مع هذا الفاصل بعده نعود لاستعراض ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقين في هذه الليلة الرمضانية المباركة ترجمة نانسي قنقر عدنا إليكم من جديد مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل لاستعراض ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوات المتسابقين معنا في هذه الحلقة وكذلك أيضا استعراض النتيجة النهائية التي وصل إليها المتسابقين معنا في هذه الليلة الآن سنبقى وياكم مع رئيس لجنة التحكيم فضيلة الشيخ العبد بن سالم بخميس النتيجة النهائية لهذه الحلقة وهي حلقة متميزة حقيقة وقد حضر التنافس في هذه الحلقة خاصة في جانب التلاوة لم يكن أي ملاحظات عند المتسابقين في التلاوة وإنما هناك بعض الأخطاءات ولعلهم من الإرباك في الحفظ نجمل هذه النتيجة كالآتي المتسابق أحمد محمد قطن فقد حصل في الحفظ على ثمانين درجة وفي التلاوة على عشرين درجة مجموع درجاته مئة ماشاء الله المتسابق ناصر خارد الأخضر حصل في الحفظ على خمسة وسبعين درجة ونصف الدرجة وفي التلاوة على عشرين درجة مجموع درجاته خمسة وتسعون درجة والمتسابق علي محمد باحويك حصل في الحفظ على خمسة وسبعين درجة وفي التلاوة على عشرين درجة ومجموع درجاته خمسة وتسعون درجة وفق الله الجميع لما فيه الخير اللهم أمين جزاك الله خير فضلت الشيخ هكذا مشاهدين الكرام أتت نتائج هذه الحلقة إذن نبارك للمتأهلين معنا إلى الحلقة القادمة والمراحل المتقدمة من عمر هذا البرنامج المتسابق أحمد محمد قطن والمتسابق ناصر خالد الأخضر كما أيضا توجد هناك فرصة للمتسابق علي محمد باحويج وأمكانية التأهل إلى المرحلة الثانية فيما إذا حصل أي متسابق في المرحلة الأولى على معدل أقل من معدل المتسابق علي محمد باحويج نبارك للمتأهلين معنا بالتأهل المباشر ونتمنى التوفيق أيضا للمتسابق علي محمد باحويج والبقية المتسابقين معنا في هذه المسابقة بهذا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بكم إلى الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأمي يقرأ باسم رب العالمين واجعل العالم يرقى بالكتاب المستفيد أيها الأمي يقرأ باسم رب العالمين واجعل العالم يرقى بالكتاب المستفيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة